نحن الآن تقريبا في منتصف شهر رجب المحرم وطبعا شهر رجب يعقبه شهر شعبان ومن ثم شهر رمضان المبارك العديد من المسلمين قاطبة بيكون سبحان الله في استعدادات في هذا الشهر يدخل للعديد أصلا من المناسبات الدينية لاسيما هنا في تركيا شفنا نحن ببداية رجب بسمور رغائب ثم بعد ذلك ب27 رجب راح تكون ليلة الإسراء والمعراج هذه الأمور كلية طلعت بجملة تتكلمت عنها اليوم زميلتنا مريم التخلية قبل التحلية ومفهومة الواسعة الكبير لابد أن نتحدث عن شهر رجب وشعبان وكيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك ضيفنا اليوم في الستوديو الداعية الإسلامية عبدالنافع الرفاعي حياكم الله شيخنا الكريم الله حياكم بارك فيك جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله سيدي الكريم يعني دائما عم يصير إنه الناس قبل اليوم برمضان يعني ما يبدأ رمضان المبارك عسى الله سبحانه وتعالى يبلغنا إياه وإياكم ونحن بأتم الصحة والعافية وللمسلمين جميعا يا رب اللي عم يصير إنه بيبدأ شهر رمضان بيكون في هيك تخطيط في حماس وأول يوم أول يومين بعد أسبوع بعد ذلك تفطر الهمم فلما بترجع واحد بيسأل حسابات بيقول لك أنه أنت مو معقول تبدأ تشترك بالسباق جري وانت مو مهيئ حالك ما آخر التدريبات أكيد رح تتعب من بعد عشر متر أو عشر متر رح تعق ويمكن نصيبك مرض ويمكن تتمزق العضلات نحن الآن في شهر رجب ما زال أمامنا شهر ونص بدنا اليوم نحكي شيخنا والمايك معاك كله بقى عن رجب كيف نستعد بقلوبنا بأجسامنا بفكرنا بحياتنا بأسرنا نعم وزيك الخير وياكم نحن يعني المؤمن هدفه أمام عينه ويراه وإن كان بعيدا ولكن هدفه الأساسي الجنة نعم فهو يبذل من وقته وجهده وعلمه وفكره وماله كله ليصل إلى هذا المكان ليصل إلى رضوان الله وما يعني من شيء يتهيئ به المؤمن لاستقبال شهر رمضان من التوبة فهو كما ذكرت آنفا التخلية التخلية من الزنوب نحن خلال العام يعني نتحمل ونحمل أنفسنا من الزنوب ما نحمل واليوم نستعد ببداية رجب أو من رجب إلى شعبان لنستقبل هذا الشهر العظيم وقد قلنا يا رب نحن تخلينا عن ماضينا الذي لا يرضيك نحن نريد رضاك يا رب بماذا يرضى رب العالمين يرضى رب العالمين بأن نستجيب لدعائه فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن هو يدعونا لكي نتوب ولكي نقبل على الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا خلقنا ليرحمنا وفتح أمامنا بابا عظيما من رحماته التي ستكون إن شاء الله في قبل رمضان وفي رمضان فالله سبحانه وتعالى خلق أو لله سبحانه وتعالى مئة رحمة وهذه المئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتتراحم بها المخلوقات شوف المخلوقاتها ما أقول الإنسان بس يعني يتتراحم بها المخلوقات كل المخلوقات فتجد البشر يتراحمون الأم تعطف على ولدها الأب يعطف على أحيانا أنت في الطريق ذرى إنسان يعني لا تعرف ولا يعرفك محتاج إلى مساعدة الناس تركض لمساعدته الوحش الذي هو مفترس تجد اللبوة تداعب صغارها وهكذا هذه الرحمة توزعت بين الإنس والجن والحيوان وكل المخلوقات كنا قديما لا نرى المخلوقات الموجودة في البحار فاليوم هذه نراها فنرى أيضا هذا التعاطف حتى من هذه الأنواع الحيطات جميل جميل شيخ الكريم نحن نذكر السادة المستمعين أيضا بأرقام هواتفنا لمن يحب أن يثري هذا الموضوع وهذا النقاش نعم أرقام هواتفنا أذكر بها 035-02-345-15 وأيضا 035-02-345-16 كما هو ظاهر في الشاشة نعم شيخ الكريم يعني الواحد فينا سبحان الله عمي في الصباح زحمة حياة شغل ما بدي أنكي أقول بهجة الحياة هنا في تركيا في إسطنبول مفاتن إسطنبول بحد ذاته قد تكون مباهجة فتنة طبيعة العمل طبي والوقت عم يمر بسرعة يعني شلون يعني أنا عم أحكي مثلا قد يكون بلسان الشباب بلسان اللي عم يسمعنا الآن شيخي عم يكون في صعوبة بالفعل بقضية أنه نحنا شيء يربطنا بالله سبحانه وتعالى غير الصلاوات يعني عم نقدي الصلاة الخمسة ومعظمنا متل ما بتعرف شيخي أنه عم يقدي لأنه لازم تؤدي يعني روح الصلاة زكاة الصلاة ذاته ما عم هيك نستشعره كيف نحنا يعني شو الأشياء اللي بدنا فعلا هيك بشغلات بسيطة شغلات هيك خلينا نعملها شوية تخلي رجب إله معنا بعدين نقبل على شعبان لما يجي رمضان ومفعلا نكون شوية عم نستلهم نفحاته نعم شو في أشياء يجب نعمل يعني نحن أمام مسألي أضرب لك مثال تفضل فيه في قصر عظيم جدا إجا رجل وقال أنا أريد أن أسكنك في هذا القصر تسكن فيه يومين ثلاثة أربعة خمسة بعدين بيجي بيجي صاحب القصر طبع يعني فرحت به القصر وعدت فيه وكذا ولكن ليس قصرا يعني مؤبدا ليس خالدا فأنت لابد نفكر أنه تترحل يوم ولا يومين ولكن فيه هناك قصور وجنان وأنت موعود بها بإيمانك لا إله بإيمانك موعود بك بإيمانك بعملك الصالح موعود بهذه القصور فهل عاقل يقول نعم أنا بدي هالقصر خلاص له ما إلك هو أنت عياري صحيح فلذلك تنبغي لك أن تفكر بالشيء الذي هو أبدي والله سبحانه وتعالى وعدنا بذلك ثم أقول لنفسي ولكل إخواني الذين يعني وقعوا في المعصية أنتم إذا رجعتم وتبتم كم سيكون قيمتكم عند الله عز وجل وكم يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبتكم النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا ذلك فقال لالله لالله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم هذا مثال يعني إن فرح الله عظيم شو المثال لالله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في صحراء ومعه ناقته وهذه الناقة عليها طعامه وشرابه جلس تحت شجرة غفى قليلا قام ما وجد الناقة وعليها طعامه وشرابه ولم يجد لها أثر مشى يمين يسار ما وجد قال أرجع وأجلس عند الشجرة دعني أموت هناك فرجع غفى غفوة وجد الناقة عند رأسه كم سيكون فرحه طبعا فرح عظيم جدا فقال هو يشكر الله عز وجل ولكن كأنه ما عد تحمل من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربه أخطأ من شدة الفرح والأصل يقول اللهم أنت ربي وأنا عبده نعم ولكن هذا فرحة هذا تشبيه جميل جدا أنت لما تتوب التائب حبيب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لذلك قلت أعظم شيء نفعله في تقديم الرمضان هي التوبي ولكن يعني لما نقول التوبي يقول لك كل واحد أنا تائب أنا أتوب من شو بده يتوب أيوة فأول من ديتوب من المعصي التي يعني هو مثلا يعني ما على شي شيخي مثلا في واحد المدير اللي مع اللي أحيانا قد يكون مثلا آكل حقوق موظفين ورب العمل اللي ما عم يعط هو مو شايف إنه أصلا خطأ هو مو شايف إنه أصلا خطأا الشخص اللي عم يحكي مع الناس ويمزح مع هاد وماذا حزاء ما يشايف إنه هو عم يرى شي غلاء في توبي بين العبد وبين الله عزيزي أنا أخطأت وقعت في معصي من المعاصي وقعت في ذنب من الذنوب وقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني هذا بيني وبين رب العالمين أما هنالك ذنب متعلق به متما تفضلت حقوق العباد إن كان مدير أو عامل أو هذا أخذ مالك وقال استغفر الله وتوبوا لي استغفر هذا ما استغفار هذا ما استغفار هذا ضحك على اللحة عم يرضي عم يرضي نفسه بس الأول بند في التوبة أن تعيد الحق لأهله واحد حق علي ونال مني بعدين بقول والله أنا توبت أنا حق إلي حق عند المن وبدو يا إذا كان حق ما دير يرجع لي أو حق معنوي يجي اعتذر قل أنا حكيت عليك وأريد الاعتذار أريد أن سامحني فإن شئت أنا سامحه وإن شئت يقول لا أنا ما مصعبة هي شيخي أني أنا كل واحد مثلا حاكي علي بدروح استسمح منه هلا كمان هذه مسألة فيها نوعي من البشر النوع الأول من البشر هني الذين بيقبلوا أنت أخي وحبيبي إذا قلت لك ترى أنا غلطان معا منك أنا حكيت عليك بعرفك أنك تقبلني بعرفك أنه تقبل كلامي أما في واحد إذا قلت له شوف أنا مبارح ترى كان في مجلس وحكيت عليك حكيت عليك نهات والله شو وكذا وبيعمل لك مشكلة فهذا النوع التاني ما مجابه لأنه نوقع في مشكلة أكبر فلذلك هذا نبع له ونستغفر له الله عز وجل أقول اللهم اغفر لي والأخي هذا تكلمت عليه يا رب رضي الله سبحانه وتعالى يرضي الخصوم عنه يوم القيامة الخصوم اللي منها النوع هذا حتى في المسائل الكبيرة يعني ورد في الحديث أن قاتل نفس هذا القتل من أكبر جرائم نعم وهدد يعني بالخلود في جهنم وهذه مسألة فقيم يعني فيأتي يوم القيامة القاتل وقد أمسك بتلابيبه المقتول نعم يقول يا رب خذ لي حقي من هذا سبحان الله ولكن القاتل بعد ذلك تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا القاتل يعني بتوبته الله عز وجل يريد أن يغفر له ولكن مو عن حساب المقتول صحيح 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 الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرم لا يأكل لا يضيع حق أحد أيوه فيقول يا رب خذ لي حقي هذا قتلني حرمني من أولادي من أهلي من زوجتي يتيتم أولادي ضيع مالي فيقول سبحانه وتعالى للمقتول انظر فوقك فيرى قصر ولا أجمل منه سبحان الله شوه القصر الجميل فيقول يا رب لمن هذا يقول لمن يملك السمن قال يا رب ومن أين السمن مين بيملك ثمنه قال أنت قال أنا بيملك ثمنه قال نعم قال بمتملك ثمنه قال بعفوك عن أخيك فلذلك بالعفو عن الناس الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا طيب شيخ الكريم هل كان الصحابة أيضا الكرام والتابعين إلهم منهج معين في استقبال ويعني تهيئة في رجب وفي شعبان استقبالا لرمضان هل كانوا أيضا ما عليش خلينا نكونوا يعانوا من نفس اللي عم نعاني في إنه يا ربي جايشة الرجب وشعبان بدنا لحتى النتيق رمضان ولا هن كانوا غير ونحن غير يعني الصحابة بشر نعم يقعون بما نقع به من بعض الهفوات ولكن الله سبحانه وتعالى اختارهم واللي اختاروا رب العالمين غير بقية البشر صحيح صحيح عبد الله بن مسعود يقول إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنبياء محمدا عليه السلام واصطفى من البشر أصحابهم لا إله فلذلك الصحابي له المواقف ربما يخطئون ربما ولكن نحن ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة لا إله هل هو أزناب ما أزناب والله واحد فينا ما عم يعمل هيك شي إذن إذا كان النبي صلى الله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة فما نحن نستغفر الله نحن ما منقول إلا أنه واحد معصب استغفر الله هيك بس مشان أنه عم نعصب ولي أنه واحد عم يستغفر والله مشكاها يا شيخ فلذلك نحن نريد أن نضع بين عيوننا أن هذا الطريق لابد أن نسلكم ونشعر أننا عبيد لله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين الذي يريد لنا أن يريد لنا أن نكون عبيدا له وحده سبحانه وتعالى فلذلك أمرنا بالتوبة والتوبة يعني أقول بنود التوبة ضروري لابد من الإقلاع المعصي واحد كان يشرب خمر تقلع المعصي يستغفر الله كذاب هذا صحيح يقلع عن التوبة يقلع عن الذنب ويندم والله ندمان أنا شلون يعتبه الذنب هذا لا إله إلا الله ويعاهد الله ألا يرجع إليه ثالث مسألة إذن ثلاثي يقلع يندم يعاهد الله طيب تقول لي بركي رجع لو رجع نفس البنود بعيدهم طيب ثاني مرة ثالث مرة لو بتليوم مئة مرة ما هذا استخفاف واستهزام لا أبدا من شأن ما واحد يقرع فما كان على ذلك فالله تعالى يغفر له ويعطيه ما يشاء هذا حبيب الله عز وجل لا إله طيب ما هيك والبند الرابع هو اللي ذكرنا قبل قليل لابد من إعادة الحقوق إلى أهلها طيب شو عن الزلل اللي هي الأشياء الخفيفة اللي هي الهفوات وهي اسمها هفوة وزلال هل الهفوة اللي مانا متعلقة بحقوق الناس ماشي الهفوة اللي مانا متعلقة بحقوق الناس هذه استغفار أستغفر الله بس كنت عم يرجع يعني واحد صار الطبع فيه ديدا ولو بيرجع فنحن طالما نحن نرجع إلى الاستغفار الله يغفر طيب هذا الشيء نحن الشيخي بدنا نظل نعمله بشهر رجاب ونكرسه بشهر شعبان هذا مو بيرجب طبعا هذا في كل وقت هذا في حياتنا لكن بما أنه جاينا على شهر رمضان يعني بدنا تكريس هذا بشهر رجب طيب في أشياء ممارسات عملية الواحد يبدأ منها لا يعمل يعني تمام آمننا أنه سنتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله نندم ونقلع ونرد الحقوق إلى أصحابه في أشياء ممكن نعمله شيخي إضافة إلى ذلك ممارسات بسيطة روحانية عملية تخلينا لما نجي على شهر رجب بسلاسة أعفونا شهر رمضان بسلاسة بهدوء لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعر شعبان ما ورد حديث معين بشهر رجب ولكن هو شهر الله الحرام ماشي صحيح والعمل به له هذا السواب كونه شهر الله الحرام فإذن الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نسير على هذا المنوان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ونحن أيضا نصوم في شهر شعبان حتى إذا جاء رمضان نكون يعني مثل ما تقول أخذنا خطوات تدريجية إلى ذلك ثم لما يتفكر الإنسان أني أنا عبد وأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فلذلك يفكر ألا يقترب من إذاء الناس هلأ مثلا الحسن البصري الحسن البصري شو يقول يقول لو كنت مغتابا أحدا لغتبت أمي وأبي لا إله يقولون يا إمام تغتاب أمك وأبوك قال أجل لأن أمي وأبي أولى الناس بحسنات سبحان الله اليوم القيامي الناس يحتاج الإنسان يحتاج إلى حسني يذهب إلى فلان بيعتذر لأمه بتعتذر لأبيه بيعتذر لو جاءه أبوه يطلب حسني بيعتذر ولكن لما يرى أن حسناته تطير صح لوين للي غتابون قديش بيكون خسارته طبعا فلذلك هنا في يعني واحد تخيل أنه يعني الله سبحانه وتعالى يعاتبه فقال بعض أبيات شعر شو قال قال أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإن منحنا بالرضى من أحبنا الله رعي أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإن منحنا بالرضى من أحبنا ولز ولز بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنى وسلم وسلم إلينا الأمر في كل ما لم يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فواخج لي منه إذا ما هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكفي كما جرى أما تختشي من عتابنا يوم جمعنا أما آن أن تقلع عن الزنب راجعا وتنظر ما به جاء به وعدنا فأحبابنا اختاروا في المحبة مذهبنا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رآه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت طعم المحبة زرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا يا سلام يا سلام هاي الأبيات الرحانية رائعة جميلة نداء كأنه يتخيل أن الله سبحانه وتعالى يناديه بهذا النداء نحن دكتور في عنا اتصال خلينا نكسبه قبل ما نقض مع حمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله سيدنا حمود بس طيب بيك نصيحة أخذة من الشيخ تفضل أنا كنت في فترة أنه رفاق سوء كثير وعني عملنا معاصي كثير وحقوق الناس سر علينا كثير واخذنا من عالم نعم بس ما فينا أنه نرجع نروح لساس نحملهم وعني بيننا وبين الله جدا نعم تايبين ورائدين أنه خلاص أنه عقلنا بالمعا الصراح يعني عقلنا وبصرنا بدنا نعمل أشي بس أنه عشان نحوق الناس أنه شو عمل ما بنظر نعتذر منه نستسلح تمام وصلت الصورة أخي محمود شكرا شكرا لإلك سهيدي نفس الكلام اللي كنا عم نحكي الشيخ الكريم بأنه في فترة من فترات الحياة إنسان سبحان الله قد يكون فيه غفوة فيه هفوة وبعد ذلك أكرم الله سبحانه تعالى ورجع أنا أقول لأخي هذا محمود ولأمثاله أقول يا محمود أول بند أن تبتعد عن هؤلاء الأشعر صحبة السوء هذه ما منحة الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفس ذهب إلى عابد قال له إلي توبي قال له ما لك توبي ونهره أم قتلوا سأل عن عالم فقال له لي توبة قال نعم وأول نصيحة قال ومن يحول بينك وبين الله وأول نصيحة له قال غير الأرض التي لا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء ولكن إذهب القرية الفلانية فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم فأول مسألة نغير الأصحاب نغير الصحبة هذه اللي كانت توقعنا نبحث عن الصالحين نرافق أهل الله سبحانه وتعالى الذين يخافون الله ويعينونا على طاعته ثم بالنسبة اللي تكلمنا عليهم إذا في حقوق مادي مال لابد نيعاد أما الحقوق النفسية حكينا على فلان وفلان فلان فما منستطيع يعني نرجع فهذا إن شاء الله الله يدافع عننا بصدقنا بصدقنا إن تكون التوبة صادقة الله يدافع عننا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الشيخ الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى إنه فعلا يكون شهر رجب وشهر شعبان بداية توبة إلى الله سبحانه وتعالى بداية رجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى نحن نستقبل شهر رمضان وقلوبنا ندية قلوبنا طاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى ويعني الأحداث اللي حاولنا دائما بالضل ناقوس عم يذكرنا بأننا شوفوا الحياء الدي قصيرة مهما شفت مباحج الدنيا مهما شفت زينة هذه الدنيا في أرصى هذه الأرصات هي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليرجع إليه وهذه نظرية المرض يعني لو قال لواحد يا أخي يعني هذا المرض هذا يعني ربنا ابتلانا بالمرض نعم لأولما نشوف المرضى ما منحس بقيمة الصحة ومنشتغل إلى ومس على إلى هذا مثال والأمثل كثيري أنه الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالمرض حتى يسمع دعاءنا ويسمع أنيننا ويسمع التجاءنا وكذلك يعني تسلط الظالم صحيح صحيح يعني شكرا جزيلا شيخنا عبد النافع الرفاية الداية الإسلامي أشكرك على هذه النصائح وهذه الكلمات الجميلة الروحانية عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير كله الله يبارك فيه أعزيكم الخير أمين يا رب ويحسن إليكم ويجمعنا في ليلنا أمين جميعا يا رب أعزائي المستمعين والمستمعات جمعة مباركة لكم ونلقاكم الأسبوع القادم دمتم في محية الله كان معكم بلال صالح ترجمة نانسي قنقر